وقف وزير وشبابي والرياضة محمد تهمي عند عدة مرافق شبانية ورياضية بولاية بجاية مؤكدا أن الوزارة تعمل على تدارك النقص المتعلق بتأثير الشباب عبدوها بأيت أفتيس ستستفيد بجاية من مركب أولمبي بملعب سعة 30 ألف متفرج وذلك قبل نهاية سنة 2017 سيدعم قطاع الرياضة محليا ووطنيا واليوم مع سيد الولي اخذنا قرار باش نسجل في الخمس المقبل ان شاء الله قاعة تعت التلف متفرج على مستوى المدينة بجاية مسبح أولمبي لأن المنطقة معروفة بهذه الرياضة المشكلة في التعطية موجود كل سنة ان شاء الله نحاول كيف نزيد مؤطرين ولكن النشاط اللهم والهم ونشاط المهم للابد نلحقوا له هو النشاط المجتمع المنديني عن طريق الجمعية الشبانية وزير الشباب ورياضة وقف خلال زيارته لولاية بجاية على عدة مرافق شبابية ورياضية مؤكدا بالمناسبة على تخصيص برنامج تموي خاص بالمنطقة منشدا بذلك بالدور الفعال للمجتمع المدني للنهض بالقطع